تليك تك العوافة انتشرت مبارح واليوم هالصورة للرئيس سعد الحريري على البسيكلات بالسراية فشو قصة هالصورة؟ تليك تك عموتي شو قصة صورتك على البسيكلات داخل السراية؟ شغلت البلد عموتي أنا قلت إنه هذي لحملة ركوب البسيكلاتات والاستغناء عن السيارات بس أنت حخبرك الحقيقة قولي يا عموتي هذي لقانون الانتخاب اتفقنا أنا وبره وجمبلات وباسيل وجعجع وجميل وفرنجية ورعد إنه نركب بسيكلاتات زي هيده ونحط كل أوانين الانتخاب المطروحة بنقطة معينة ومنعمل سبق اللي بيوصل على البسيكلات أول واحد بيختار القانون اللي بيريده وبيفرضوا علينا كلنا وكلنا منمشي فيه خي شو هالفكرة الحلوة برافو عموتي وإمت رح تنطلقوا بسبق البسيكلاتات؟ الأسبوع القادم برافو عموتي وين حتحطوا أوانين الانتخاب؟ يعني نقطة الوصول كلنا اتفقنا إنه نحطهم باستراليا باستراليا؟ فشخة أستراليا برافو عموتي ميرسي لايك اليوم نظم حزب الله جولي للإعلاميين على الشريط الحدودي واليوم أيضا وضعت السفارة الأمريكية الحجر الأساس لبناء أكبر سفارة أمريكية بالمنطقة المحيطة بلبنان وهالسفارة رح تكون بعوكر كيف قرى السقر فارس سعيد حدث السفارة اليوم وبكرة بشوفكم رئيس دوري رئيس دوري بلاكاتشك اوه ايه 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 اتذكرت ايه حضر حالك رئيس دوري النصره قاتن بعد خمس سنوات بيخلص مبنى السفارة وياويلهم ايه 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 بالسفارة الزغيرة تعمونا هو الدوري بهاي السفارة رح يتعمونا أرع هالعد العرعى في ريس هالعد شفتها